السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بطلاب الصف الخامس منكم يا شباب درس المعطوف نفتح الكتاب صفحة 147 السؤال الأول يا شباب اجعل كل كلمة مما يأتي معطوفا في جملة من إنشائك الصلاة أخوك لعبة كلمة الصلاة الجملة أتقربوا إلى الله بالوضوء ثم الصلاة الصلاة هنا يا شباب تبقى اسم معطوف مجرور وعلام جر الكسرة ليه قلت يا شباب مجرور لأن عند كلمة الوضوء قبلها باق الباق حرف جر الوضوء اسم مجرور يبقى الصلاة اسم معطوف مجرور أخوك أنت وأخوك ناشطان في جماعة الإزاع أنت ضمير منفصل مبني في محل الرفع مبتدأ الوضوء حرف عطف يبقى أخوك معطوف اسم معطوف مرفوع بس هنا مرفوع بإيش يا شباب بالوضوء لأنه اسم الأسماء الخمسة طيب كلمة لعبة اشترى والدي للطفل الفقير حزاء ولعبة ممتاز يبقى كده الجمل طيب نيجي للمثال اللي بعده شباب هذا نموذج مجاب عنه أستفيد من النموذج المعرب كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة بنقرب الجملة زي ما احنا عارفين تمام لازم قبل ما أبدأ أعرب الجملة لازم أعرف الجملة اللي عندي ما نوعها اسمية أم فعلية بعرف الكلام ده منين من خلال الكلمة الأولى كتب اسم أم فعل ها ممتاز بطل فعل فعل اسأله مرة أخرى ما نوع الفعل ها كتب الحين ولا جبل قبل يبقى إذن فعل ماضي مبني على الفتح ممتاز اسأل الفعل من كتب الطلاب يبقى إذن الطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الضائرة على آخر لأنه جمع تكسير طيب عاستن نعرف الجملة فيها مفعول به ولا ما فيها اسأل لتنين الفعل والفاعل ماذا كتب الطلاب ها أجب الأمثلة يبقى إذن الأمثلة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح الضائرة على آخر لأنه أيضا جمع تكسير الواو ها ثم ثم يا شباب ها حرف عطف إحنا قلنا ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي طيب القاعدة اسم معطوف طب هل الاسم المعطوف هنا مرفوعا منصوب أو مجرور لازم نناظر الأمثلة الأمثلة قلنا مفعول به منصوب يبقى إذن القاعدة معطوف منصوب علامة نصب الفتح الضائرة على آخر لأنه مفرد امتدى شباب نأتي لصفحة سمائة ثمانية واربعون وشارك في اعراب الجملة التالية تمد الشمس الأرض بالضوء والحرارة جملة سهلة مرة تمد لازم من أيضا نعرف نوع الجملة اسميا فعلية تمد فعل يبقى إذن هنا فعل تمد أي نوع من أنواع الفعل فعل لمضارع اعراب الفعل لمضارع كامل فعل لمضارع مرفوع على مترفوع الضائرة على آخر ممتاز اسأله من تمد الشمس يبقى الشمس فاعل مرفوع على مترفوع الضم الضائرة على آخر لأنه مفرد اسأل ايه فعل وفاعل عايزين نعرف فيه ما فعل به ولا ما في اسألهم الاتنين ها من تمد الشمس على الأرض أو ماذا تمد الشمس على الأرض يبقى مفعول به منصوب على متنصب الفتحة بي الباق حرف جر حروف الجر ثمانية من إلى عن على في الباق الكاف اللام وما بعدها اسم مجرور يبقى إذا أنا عندي كلمة الضوء اسم مجرور وعلام الجر الضوء مفرد يبقى علام الجر الكسرة الظاهرة تحتها خير لأنه مفرد الواو حرف عطف ما بعد الواو اسم معطوف اللي هي الحرارة يبقى الحرارة اسم معطوف أقول الحرارة معطوف إيش يا شباب لازم أنا ناظر الضوء الضوء هنا اسم مجرور يبقى هذه الحرارة يبقى كلمة الحرارة يا شباب اسم معطوف مجرور وعلام الجر الكسرة الظاهرة تحت آخرين بعد كده يا شباب عندك هنا أتعلم وأتسلأ بالتعاون مع أفراد مجموعتك أو مع أسرتك كون جمل تحتوي على اسم معطوف مستفيدا من الكلمات المعروضة في الجدوة اللي عندك عندي مجموعة من الكلمات هتستفيد منها وتكون جمل هنقولها بسرعة كده صليت الظهرة ثم العصرة الصدق والأمانة فضيلتاني يتعاقب الليل والنهار اشتريت كتابين وقصتيني أنا وأنت صديقان ما يا شباب طيب المقطوب اليوم ايش يا شباب النشاط المنزلي اليوم هتعرب لي الجملة رقم ثلاثة وخمسة اللي هي الصدق والأمانة فضيلتان يتعاقب الليل والنهار هنعربهم في المزكرة في ملحق القواعد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته